عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن افكارك عم بتكون مقيد كتير انتك عم بتفكر في اتجاه واحد ما عم تغيره عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على موضوع المواضيع كنت تركيز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل لأ شايفيتك فيما بعد رح يكون في مثل مش صحوة مثل عم تطلع بالامور اكتر بواقعية عم تطلع لبعيد عم بتحاول انه تكون حياتك افضل وهي فعلا رايحة للافضل انت كنت تفكر انه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها نفكر انه هي ضدك بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع انه هاي التغييرات كان لابد منها كان يعني بصالحك مش زي ما انت بتفكر هلأ او خلال التغييرات اللي عم بتصير في حياتك على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة اه هذا الاشي جاي من عمل العمل يمكن عم تشتغله اه شغلتين بعضكم اه فعم يجي من واحد من العملين عم بتشوف اه في فيعة فكرة عائق اما يكون في سفر اما في علاقة عاطفية في عائق كبير او في شخص يعني كان اه يعني هذا العائق عبارة عن شخص كان في شخص اه مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم عم بيحكي عليكم من وراكم اه ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت اه ما دخل يعني ولكن شايفك انت ماشي على كل الاحوال هذا العائق رح ينتهي او يخف اه شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك للاشي اللي انت بتحلم فيه الى كفترة طويلة ولكن لازم نذكر انه في عوائق انت رح تتحداها يعني فيه تحديات انت من بعد هاي التحديات رح توصل اه للاشي اللي بدك اياه فيه موضوع عم تستنى يعني فيه موضوع عم تستنى الى كفترة عم بتشوف النتيجة عم توضح الامور عم اه اه شوفوا عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه اسرار فيه حقائق فيه شغلات انت كنت كتير بحيرة من انه يعني اه انا شايفة انه فيه غدر من اقرب الناس اليك هذا اوليدي صار على العموم يعني اه على اغلب بيكون صار اوليدي فما رح يصير بالمستقبل خلاص انت صرت تفرق بين الصالح والطالح عم تحتفظ بالناس الايجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك رح تكتشف مين بيكرهك من مين بيحبك بسبب انك رح تكون في موقف ما هذا الموقف رح يحدد لك يعني الاصدقاء زي ما بيحكوا الاصدقاء بينعرفه او كذا الانسان معدنه بينعرف من المواقف فرح يصير في عندك اه موقف اه يعني لا تخافوا ما في شي بخوف ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معاك من اللي عليك ففي حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة وهون عم بشوف في اللي قلت لكم عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت رح توصل للي بالدكية بكون صبور كون اه انا بعرف الثور يعني بيجمع بيجمع بعدين بينفجر مرة واحدة فلأ بقولك هاي الفترة لا تنفجر لا كذا مشي الامور شو ما كانت اه مشي للناس اه يعني اخدهم على قد عائلهم وكمل لانه النهاية لصالحك اه هذا كمان ممكن يكون على صعيد عاطفي عم توصل لمرادك بعلى الصعيد العاطفي عم تشرق الشمس على حياتك من بعد طبعا صعوبات من بعد اه تعب من بعد اه تعب نفسي حتى شايفي عندك حتى الصحة اه عم تتحسن هون بشوف اكتر للناس اللي عم تدرس او ناوية انها تدرس شايفي نتائج حلوة كتير كتير لبرج الثور ولكن بيحتاج كتير من اه التركيز اه الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم لذلك اه الرك كله او لازم تركنوا على المجهود اللي انتو اه تعطوه يعني ازا كنتو تعطوا مجهود خمسين بالمية لازم تعطوا مجهود او افورت للموضوع للدراسة اكتر يعني مية بالمية عم بشوفك بت بتحاول اتغير الامور اه الامور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطوء شوي ولكن زي ما قلتلك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم آآ بشوف هاي القراءة اغلبها عم بتكون عملية رح نشوف العاطفية لبرج الثور شو عاطفيا ممكن هل في تغيرات هل ما في تغيرات فخلينا نشوف ازا خلينا نشوف ازا لبرج الثور عم بشوف في عندك اه يعني متل اه نصر او امنية عم تتحقق من بعد اوف يعني حسينا باليأس حسيته باليأس اه بشكل عام بالعلاقة العاطفية بانه الطرف التاني ما رح يتغير ممكن تقول المشكلة من عندك انت يعني القراءات العاطفية انتو دايما بتعرفوا انه ممكن تكون آآ عكسية لانه هاي قراءة عامة. آآ خليني اذكر الآآ الطاقات عم بتكون هوائية عم بتكون ترابية وما ايه اكتر شي. عم بشوف فيه امنية بتتحقق يعني شي مستنينه بالعلاقة العاطفية انه يسير وعم يتحقق فعلا. عم بشوف فيه مصالحة في آآ تطور للعلاقة بالنسبة للمتزوجين عم شوي آآ قلنا قبل شوي بالحياة العملية في شوية صعوبات فعم يهربوا من آآ ضغط العمل آآ بالمشاعر بالحب آآ فشايفة لا بالعكس. ولكن اذا كنت زكر او انثى يعني عم بشوف الزكر هو المسيطر على الانثى اكتر. وكأنك وكأن الانثى يعني انا مش عارفة اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك. فالانثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر اكتر. عم بتحب الرجل آآ اكتر ما هو بيحبها. لكن في حب متبادل بين الشخصين. شايفة انه حتى اللي حواليهم حتى يعني عم يجمعهم شي عم يجمعهم بيت عم يجمعهم آآ سفر عم يجمعهم شي يعني حيلتقوا بطريقة جديدة مش زي ما تعودوا. عم بشوفك يا برج التور عم بتعمل صلوات آآ بيمكن بتخلي حتى الوالدة او الوالدين عم عم بيدعو لك بتخلي حدا عم يدعي لك آآ شايفيتك عم تعطي هاي الفترة وكأنك مضغوط جدا وبحاجة للفرج آآ بقرب وقت. لذلك عم يعني بتزيد من الصدقات بتزيد من لانه هاد الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شي فهاي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم على كل النواحي برج التور اصلا كريم يعني بس انه عم بتكون اكتر هاي الفترة عم بتحاول كمان تزيد شوي من اله وكأنه ما عندك كتير كان تدين او وروحنيات عم بتحاول انك آآ تشتغل على هذا الموضوع. كان عندك ادمان وبعرف شو ادمان على شخص ادمان على شي معين آآ ممكن يعني مش مش شي سيء ممكن ادمان على تلفزيون ممكن ادمان على انترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الادمان عم بشوفك عم بتطلع من هذا الادمان كله عم بتطلع من هاي الطاقة السلبية. عم بتحاول يعني هون انك تحول طاقتك من سلبية ايجابية. فعم بشوفها بتمشي على خير. آآ هذا الكرت عم بشوفه انه بما انه طلع مقلوب فالمعنى ايجابي يعني عم بتكون الملائكة يمكن العم بتكون فيه عناية الالهية. انت بتفكر انه خطواتك آآ متشائم انت على فكرة بالفترة الماضية لحد هلأ متشائم يمكن اه كمان بالفترة الجاي مش كلها طبعا بدايتها تكون لسه مستمر على التشاؤم ولكن راح تحس انه فيه عناية الهية كل ما توقع عم فيه ملاك عم يمسكك في آآ يعني فيه اقدار آآ يعني فيه امور انت عم بتحسها انها هي سيئة ولكن آآ يعني وقعت ممكن انك توقعها ولكن عم الملائكة عم بيساعدوك انك ما ما توقع بهاي الامور. كمان شايف انه فيه شخص معين يمكن عم يهمكم او يعدكم في موضوع شايف انه هذا الشخص كذاب مش سادق. هذا الكرت بتعلق اكتر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية ولكن فيه شخص ممكن يكون آآ ناري ممكن يكون ناري هذا الشخص آآ عم يهمكم بموضوع معين ناري او مائي يعني آآ هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك اعلى عم بتصير آآ بعرف فترة الماضي كانت كتير سيئة حتى انها زعزعت الثقة بينك وبين حالك مع انه برج التور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم آآ وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الاخر انه ضلهم يكافحوا لحد يتما يوصلوا للي يبدهم اياه. وفعلا عم بشوفك آآ عم بتقدم هاي الفترة عم بتقدم اكتر متاخد بتقدم الشغلات الحلوة لانه هاي الفترة عم بتكون يعني الكون عم ياخد منك اكتر ما يعطيك ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفرة. فشايفيتك آآ عم بتقدم شيء للحبيب او الحبيب عم بيقدم لك بنعرف انه القراءات العاطفية هون ممكن تكون عكسية آآ عم بتكون كمان هاي الاشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد. مش اللي هي مؤقتة او علاقة آآ نزوة او كزا. آآ في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب. هذا الكرت قلنا عن العمل. في شخص عم يحاول يخدعك او كزا. لكن من الناحية العاطفية لا هذا الشخص انا بشوفه انه آآ عم بيحبك عم بيقدم لك آآ الحب كله. عم بيفكر فيك في في اليقظة عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن. آآ حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مرائبك ممكن. للناس اللي مش آآ للناس اللي هم عجزاب ما عندهم اي حدا في حياتهم. في عندهم معجب من طاقة مائية او طاقة هوائية. عم يتقدم هذا الشخص خطوة للامام. عم يصرح ب آآ ببداية علاقة جدية. عم بيكون صادق. شايفي كل الصدق في هذا الكرت. آآ هون شايفي في تحول في حياتك. آآ قلنا عنه قبل شوي ممكن يكون في العمل. كمان هذا التحول طلع معانا كمان بال بالعاطفة. المشاعر رح تتغير ناحية آآ الشريك. ازا كنت آآ مشاعرك كتير حارة وكتير آآ منفعل كتير آآ مشتاء كتير كزا عم تقلب للعكس. والعكس صحيح. ازا كان مشاعرك حاليا آآ باردة عم بتكون آآ انت عندك كل هاي الفترة تقلبات. بس هاي فبالآخر رح تكون كتير مبسوط آآ زي هون رح تكون كتير مسيطرة على كل الامور. رح يصير في عندك استقرار في الحياة من ناحية العمل من ناحية العاطفة آآ رح تنتصر بأمر معين آآ ولكن ما حد رح يساعدك. شوف كل الناس اللي عم بتحاول انه توعدك وكزا مش من ناحية العاطفية عم بقول بشكل عام يعني مش بس بالعاطفة. كل الناس اللي عم تحاول تخدعك او كزا عم تنتصر عليهم آآ عم بتفركشهم واحد واحد آآ من حياتك. فبالعكس آآ شايفك انه عم بتركز اكتر على هدفك مع الوقت. وعم بتكون بتحقق هذا الاشي اللي في بالك اللي ما بعرفش هو هو. ولكن على جميع الاصعدة في عندك نجاح. وفي عندك شي ماسكه بايدك يعني في شي رح تمسكه بايدك. آآ آآ شايفيتك ماسك ايد الحبيب ممكن شايفيتك ماسك آآ مادة اكتر. ولكن منطلع عنا خمسة خمسة. يعني اللي هو رح يكون في تحول زي ما قلنا رح يكون آآ نهاية لأمور معينة في حياتك بداية جديدة. في ناس كتير من برج الثور آآ عم ببلشوا او حي بلشوا بداية جديدة على جميع الاصعدة. مختلفة عن القديمة تماما. واكنهم في ناس منهم عم ببلشوا من الصفر. موافقين عادي انه يبلشوا من الصفر. آآ ولكن على نجاح. يعني شايفي في نجاح بهذا الموضوع. آآ الطاقات آآ ذكرناهم. آآ عم بتكون ترابية هوائية مائية. ما بعرف اتذكرناهم او لا بس. طيب ناخد لبرج التور. بيقولك انه ما تفكر انه اللي انت هلأ فيه رح يدوم طويلا. بيقولك اصبر آآ يعني هاي الفترة جدا مؤقتة محدودة آآ فترة التشتت الضياع اللي طاقتهم شوي ضايعة. ما عم يعرفوا راسهم من رجليهم. عم ببلشوا بداية جديدة. بيقولك انه انت على الطريق الصحيح. فهاي فترة التحديات رح تكون جدا محدودة. وبعدين رح تبلش بداية جديدة. ناخد كمان مثلا. ازن برج التور آآ يعني من خلال الاوراق بشكل عام. بنصحك انه ما تعصب هاي الفترة. اعتبرها انه فترة عابرة. بالعكس في انتصارات كتير رح تتحقق. في عدل رح يتحقق. في نهاية هاي الفترة. فبس آآ نعمل كنترول شوي عمشاعرنا. كل شي رح يصير تمام. حتى الناس اللي حوالينا ناخدهم على ادعاء لهم. طلع لك اتنين خلينا نشوفهم ايش هم التنين. آآ شايفيتك عم عم بتزيد الحكمة عندك آآ كنت اول شي فعالي او يمكن سمعت خبر آآ زع عليك آآ شوي شوي عم تتخطى هذا الموضوع عم تتخطى كل الصعوبات وعم توصل للي بدك اياه. آآ بالاخير في عندك اللي هو فرحة احتفال يمكن تعزم آآ حدا بمناسبة معينة آآ شايفيتك آآ فرحان في القمة. والناس اللي كانوا يعني آآ غيرانين او كانوا بيحفروا لك آآ يعني كانوا يحكوا عنك كانوا آآ معادين لإلك. شايفيتهم تحت وانت فوق بمكان آخر. فبدنا شوين اتفاقل يا برج الضور عشان نمشي هاي.